أنا أعرف هذا الموضوع بالنسبة لك جداً جميل وتحبيه فقلي لي رأيك وش رأيك بتمكين المرأة السعودية وصولها للي وصلته للمناصب هذا يبقى لا تعديل جمسة مبور أنا أعرف أنك أنت حجودي حلو جداً الشيء اللي احنا وصلنا له بس لازم برضو أننا ما ننسى أن المرأة كانت ممكنة وقادرة وخاصة المرأة السعودية وبارزة نفسها وحطة لنفسها مكانة جداً حلوة على مستوى المرأة العربية ما أقول على مستوى العالم من زمان ويا ما بيوت ويا ما قرى ويا ما قبائل قامت على المرأة وعلى مجهودات المرأة بس من ناحية التمكين أنا ما أبقى أكون من هذول اللي يجعجعوا في الحقوق بتكلم بالمجمل على المرأة العربية وصلها للمناصب القيادية جداً حلو لأننا كنا مستشفين أنها ستقف بجانب المرأة لاستحقاقاتها الأخرى يعني الآن نحن في مرحلة نتكلم عن مساواة الرواتب بدلاتها زي ما ياخذ بدل التقاعد حقوق أبناها إذا كانت منزوجة من غير سعودي أو من غير جنسية نحن نتكلم عن المرأة العربية بالمجمل التأمينات الصحية لها ولأولادها لأمها ولأبوها لشي الرجال يأخذ تأمين لأمه وهذه الأشياء اللي صارت الآن مهمة واللي مفروض أنها توضع على الطاولة والمرأة تتكلم فيها أنا أحس أنه يعني أعطي على قولهم أعطينا سداح فرصة أنه حتيجي طالما اللي وصلنا له قاعد يصيره لكل النساء العربية أتمنى هذا الشيء لأنهمهم واحد يعني محمستي لقاعدة الموضوع يهمك جدا يا لطيف طلع الشر أوكي يا أحلام